السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ المتوسط لحتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ يسمين وإن شاء الله درستانا رح يكون في مادة اللغة العربية وبالتحديد رح نشوف اليوم وشنو معدها الطيباق إذن أبناء شفنا المحسنات البديعية وصور البيانية كثير إن شاء الله اليوم رح نشوفه الطيباق يلا نعرفه قبل بالطيباق هو الجمع بين الشيء وضده في الشعر أو النطر إذن الطيباق اللي هنا واش تلاحظون نقدر نلقاه في الشعر كما نلقاه في النطر مفهوم إذن في الشعر والنطر وهو نوعان إذن الطيباق نعرفه قلنا يجمع بين الشيء وضده تسمى حاجة والضد التاحة مفهوم في جملة واحدة مفهوم إذن يجمع بين الشيء وضده في الشعر أو النطر وهو نوعان يلا نشوفه أنواعه وشنو هي طيباق إيجاب وطيباق سلب يلا نشوفه طيباق الإيجاب وشنو هو لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى لاحظوا شوفوا أبيض عكسها أسود إذن جمعت بين الشيء وضده في جملة واحدة إذن وشنه هو طباق الإيجاب إذن أنا أبناء تبع السهم أنا فقط غلط لنا إذا اجتمع في الكلام المعنى وعكسه إذن أبيض عكسه ماذا؟ عكسه أسود إذن أسميه طباق إيجاب يلا نشوفوا شنه هو طباق سب قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إذن لاحظوا يعلمون لا يعلمون إذن مش زت زت حرف اللام اللي هو حرف نهي إذن إذا اجتمع في الكلام كلمتان أحدهما مثبت والآخر موفي يعني فيه النفي لا يعلم يعلم يكتب لا يكتب مفهوم إذن استعملت لا النفي إذن فأسميه طباق سب نعود مع بعض أبنائي الطباق هو كلمة ضد كلمة أجده في الشعر أو النظر وهو نوعان طباق إيجاب إذا درت له كلمة وضدها أسود أبيض صغير كبير إلى غير ذلك أما الطباق سب العكس استعمل لا مثلا يعلم لا يعلم نظيف غير نظيف وهكذا مفهوم أبنائي هذه هما الأنواع يلا ناخد تطبيق لنعمق الفهم إذن تطبيق اللي هنا يقول لي حدي النوع الطباق في الجمل التالي يلا نقرأ الجمل قال الله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية إذن لاحظوا كلمة بكرة وعشية بكرة معانتها الصباح يعني البكرة جاي من كلمة باكرا عشية معانتها في الليل مفهوم؟ إذن هنا جمعت بين كلمة وضدها فهو طباق إيجاب إذن ما استعملت لا ولا لم ولا علا غير ذلك إذن فهو طباق إيجاب يلا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا إذن لاحظوا يضحكوا يبكوا إذن هذا وشنو؟ طباق إيجاب نفس الشي قليلا كثيرا كذلك طباق إيجاب هادي عكسها هادي هادي عكسها هادي مفهوم؟ يلا ما أكثرهم في الرخاء وأقلهم في الشدائد إذن لاحظوا أكثرهم عكسها أقلهم إذن فهو طباق إيجاب الرخاء عكس الشدائد إذن فهي طباق إيجاب كذلك يلا لاحظوا الجملة اللي بعدها قال الله تعالى فلا تخشو الناس وخشوني لاحظوا لا تخشو اخشوني إذن درد استعملت لا فهو طباق سل يلا نكملوا الأخيرة بشعر أنلهو وأيامنا تذهب ونلعبه والظهر لا يلعب إذن لاحظوا نلعب لا نلعب إذن فهو طباق سل شتوه سهل وبسيط جدا إذن أبنائي هذا بالنسبة للدرس عنها اليوم لي كان الطباق وأنواعه إذا عندكم أي سؤال أو لا إستفسار خلوه لي في التعليقات أجيبوا عليه في أقرب قط ممكن وكما نقولكم كل عدى بالتوفيق إن شاء الله شكرا